طيب خلونا نكمل كلامنا وتغطيتنا وتفاصيل التفاصيل اللي بتحصل في كوب 27 في شرم الشيخ وايضا اللي بيحصل في شرم الشيخ لانه برضو اصبح في حاجات انا فعلا عمري ما سمعت عنها يعني مثلا قالك في شرم الشيخ في حاجة اسمها المستشفى الخضراء فانا مفهمتش يعني خلاص اوكي يعني اكيد المستشفى الخضراء يعني اكيد المستشفى تبقى صديقة اما فيه مستشفى مش صديقة للبيئة ما وهو دي برضو حاجات بلنسبالي لسا احنا متعلم مع بعض شوية حاجات بالمناسبة دي معانا على التليفون زمن لتنا سالي سالم وفدت التليفزيون المصري الى شرم الشيخ اما اعرف انها لايف يا جماعة cultured انا قلت معانا انا قلت معانا على التليفون ولا قلت معانا التليفون لا مش التليفون يا جماعة معانا على الهواء مباشرة سالي ازايك مساء الخير عليك يوسف وعلى مشاهدين في كل ما كانتنا اناك وايضا الحمد لله يعني خلينا يوسف نتكلم فعلا في حاجة اسمها مستشفى خضراء زي ما كنا بنتكلم عن إزاي يكون الإنسان رجل أغدر صديق للبيئة فإحنا هنا النهاردة بنتكلم عن مستشفى شرم الشيخ الدولي وهو مستشفى صديق للبيئة أغدر المستشفى قدر يطبق هذه التكنولوجيا وهذا التحول للأغدر في إطار إعلان هذه المدينة مدينة خضراء ولكن نحن هنا بصدد الحديث عن القطاع الطبي والصحي داخل هذه المدينة المستشفى المستشفى هو أول مستشفى حصل على الاعتراف الدولي من شبكة المستشفيات العالمية الخضراء في إطار هذا التطبيق في إطار استخدام على سبيل المثال الطاقة الشمسية تفاصيل كتير داخل هذا المستشفى هنستعرضها من خلال ضيفي دكتور عمر عبد العزيز وهو مستشار المدير التنفيذي داخل هذه المستشفى للهيئة العامة للرعاية الصحية ومنصق عام المستشفيات الخضراء أنا برحب سيئة تكفي البداية على شاشة تلفزيون المصري يعني إيه مستشفى خضراء وإزاي قدرنا إن إحنا نوصل لهذه المرحلة أهلا بحضرتك بالرحب بحضرتك في أول مستشفى خضراء في جمهورية مصر العربية مستشفى شرمي الشيخ الدولي في الحقيقة كان جزء من الاستراتيجي بتاع هيئة الرعاية الصحية عندنا مستشفى صديقة للبيئة وده اللي اشتغلنا عليه من شهور عدة وإحنا النهاردة الحمد لله قدرنا نوصل لده ونكون أول مستشفى موجودة في جمهورية مصر العربية ويسعدنا إن يكون ده مستشفى حكومي ويكون لدينا الرياضة في التحول الأخضر التحول الأخضر أو مستشفى صديقة للبيئة هي ببساطة هي بنحاول نقلل الانبعاثات الكربونية عن طريق أكتر من مشروعهم نبيه طاقة شمسية نفاية طبية والمياه وإزاي نقدر نستغل المياه في الاستزراع وده اللي احنا عملناه هنا في شرمي الشيخ الدولي بالإضافة أيضا إن احنا استقدرنا نستخدم أكبر تكنولوجي موجودة دلوقتي في العالم عندنا النهاردة زي ما حيك عرفة في الكوبتون سيفن أكتر من جنسية موجودة معنا في شرمي الشيخ ويمكن روبوت من الروبوتس اللي موجودة عندنا بتعمل بتستقبل كل الجنسيات بأكتر من لغة والتفاصيل الفنية أكتر على المشروع دكتورة نيرمين هتقدر تكون موجودة معنا تتكلم في كل التفاصيل الفنية